السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعدنا مع الحلقة الخمسطاشر من مسلسل لحم غزال علي راح السوق وأعلى على القهوة في الوقت ده كان صبحي وأدريا مشغلين أغاني وفجأة نور اتقطع وحصل ضرب نار وبعد ما النور رجع كان عرف ابن أدريا وصبحي مرميين على الأرض أدريا قعدت تصوت وعايز حد يطلب الأسعاف لكن كان فات الأوان عرفت قتل أما صبحي فلقناه قايم زي الأرض لأنه الصاب بس في دراعه أدريا جالها حالة انهيار وخدوها على المستشفى وقعدت تقول لغزال أن علي بن مأمون قتل ابنها صبحي قال لها ورحمة أخوكي وابنك لجيب لك حقك من علي أما غزال فقالت لهم كفاياكم دم بقى والمشهد اللي بعد كده غزال راحت تقابل علي وقالت له أنت إزاي تعمل حاجة زي كده من غير ما تقولي فقال لها أنا ما عملتش حاجة قالت له أيوة أنت ما عملتش حاجة بإيدك بس فيه ناس صلطهم يعملوا كده وقالت له ليه تحرم أم من ابنها وقالت له كمان أن المرة دي مش هتعد بالساهل زي كل مرة والمشهد اللي بعد كده الزابط راح المستشفى القدرية وقدرية وصبحي اتهموا علي أنه هو اللي قام بالأك في الوقت ده علي كان قاعد مع أهله وقاعدين يقولوله ليه تعمل حاجة زي كده ليه تودي نفسك في دهيا فقال لهم أنا مش فرق معايا أي حاجة دلوقتي وقال لهم كمان أن المحل كمان يغضو يضروه في نفس الوقت جيي البوليس يقبض على علي فقال لأهله ساعة وجاي أما المشهد اللي بعد كده فكانت علي قاعدة مع صبحي وبتقوله أنهم أبضوا على علي فقال لها أي وقدرية تهمته أنه هو اللي قتل ابنها وقال لها أنا كنت عايزة وره أحسن كنت حنتقم منه بطريقتي فحاولت تعرف منه حينتقم منه إزاي بس هو رفض يقول لها أما المشهد اللي بعد كده فالظابط وجه الاتهام لعلي فعلي قال له مفيش أي دليل ضدي قال له شوية ونجيب الولاد اللي عملوها وعلي قال له بعد إذن كان حمشي قال له تمشي إيه ونادل عسكري وخده على الحجز علي وهو نايم في الحجز حلم أن أبوه جاه وضربوا على وشه وصحة من النوم مفزوعة غزال رحت تقابل صبحي بحجة أن هي هتتكلم معاه في الشغل عشان تعرف هو ناوي العلي على إيه طبعا هي رحت تقابل صبحي بدون علم سيد في الوقت ده سيد خبط على الباب فالصبحي قال لغزال استخبي جوه السيد كان جاي يقول لي صبحي أنه هو عايز يقتل علي في الحجز عايز يسلط عليه واحد صائع يقتله في الحجز فالصبحي قال له لا أنا عايز أنتقم منه بطريقة تانية أنا عايز أخذ المشروع بتاعه الوقت ده علي كانت بتكلم الراجل اللي متفق معاه وقال لها أنه عايز يقابلها بسرعة أما سيد فكان بيبلغ صبحي أن الرجالة قلاص بينفزه دلوقتي في الحجز وصعب أنه هو يوقفهم فغزال سمعت الكلام ده وخرجت بسرعة من الفيلا عند صبحي وراحت تقابل الراجل اللي كان عايزها وأول ما قابلته قالت له أن أبوها مات في الفيلا وهي خايفة تدخل لوحدها فدخله مع بعض الفيلا طلب منها أن هي تروح لواحد وتقول له أن هي معاها فلوس كتير فقالت له إزاي روح له بشكل ده فقال لها بسيطة غيري والبسي ورحيله في الوقت ده علي كانت في الحجز وبدأ المساجين اللي معاه يعمله معا مشكلة أما آخر مشهر في الحلقة فبعد علي ما لبست بصت لنفسها في المراية وقالت لها وحشتين يا علي انتهت الحلقة على كده لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته